يساعد لي وقتكم أحلى متابعين وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة عندكم مناسبة وحابين تعملوا كيكة بس بدكم ياها تكون اقتصادية وسهلة وسريعة ما في أسهل منها الكيكة بس بثلاث حبات من البيض راح نعمل أحلى كيك بشكل كتير حلو وكمان الكريمة يلي استخدمتها كريمة اقتصادية وسهلة كتير تعالوا معي لحتى حضرها أنا وياكم بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبتبيض الوش وما في أحلى من هيك وهي ما شاء الله متل ما كون شايفين بتشبه الجاهز ولا بتفرق عنا بشي تعالوا معي لحتى حضرها أنا وياكم بس قبل ما بلش بتمنى لا تنسوا دعم الفيديو باللايك والتعليق حلو منكم وكمان عملوا مشاركة لأصدقائكم ويلا معي مباشرة للمقادير والتحضير قبل ما بلش بتحضير الكيكة لازم شغل الفرن على درجة حرارة 150 شغال من فوق من دعن وهلأ رح أحتاج ثلاث حبات من البيض عادي زي طلعناهم البراد أو كانوا بدرجة حرارة المطبخ ما بيأسر ملاق الطعام الفانيليا نصف كوب من السكر أنا استخدمت كوب المقاس لحتى كليا تكون تقدروا تستخدموا نفس الكوب حتى تكون العيارات مزبوطة وهلأ خطوة كتير مهمة انه نخفق البيض كتير منيح ونظلم نخفق البيض لحتى يصير لونه أبيض ويضاعف حجمه شايفين هذا هو اللون اللي بدنا ياه هلأ هون رح أضيف نصف كوب من الزيت النباتي نصف كوب من الحليب ملعقتين طعام من الكاكاو وزا بتكون الكيكة تكون بيضا فبتستغنوا عن الكاكاو بتستبدلوها بملعقتين من الطحين وحطيت هون كوب من الطحين وزرف من البيكن بودر تقريبا ملعق الطعام وهلأ بخفق المكونات وهي هي كل المكونات هاي الكيكة صارت عنا مكوناتها كلها جاهزة شايفين مكوناتها كتير سهلة إذا كنتوا حابين تعملوا ضعف الكمية ففيكن ضعفوا المقادير وبتعملوا كل مقدار بصينية لحتى تاخدوا النتيجة المطلوبة شايفين طريقتها ولا أسلم هيك هلأ بخفقوا كلهم مع بعضهم وهيك صار عندي خليط الكيك جاهز وراح يطلع مثل الكيك الجاهز يعني ما بيفرق نهائيا عنه شربوا هالطريقة كتير رح تعجبكم هلأ هون بدي طبعا أنا حاطة بصينية الفرنين اللي رح أخبص فيها حطيت ورق زبدي بهذا الشكل فيكن كمان تذهنوا بالزيت والطحين وهلأ بنزل الخليط كلها ياتو مثل ما أكون بنحزن بهذا الشكل وهذا هو قوام الخليط يلي نحن بدنا إياه وهلأ عميل الصينية شوي للأطراف لحتى تكون الكيك عندي إياها كلها متساوية وبدقة كم دقة للصينية بهذا الشكل شوفوا كيف عم يطلع الهواء لازم ندق الصينية لحط نطالع الهواء لزيادة منها وهلأ رح حطها بالفرن على أول لأ الفوقه ومتل ما أتلكون الصينية شغالة من فوقه من تحت رح تاخد معكم بس 20 دقيقة بالفرن مو أكتر بعد 20 دقيقة اختبروا الكيكة بأعواد الأسنان شوفوها إذا كانت مستوية طالعوها وخليها تبرد ألبت الكيكة شلت عنا وراء الزبدة شوفوه قديش داخل سفنجية وهش الكيكة وعن جد يعني كتير كتير طلعت طعمتها حتى كتير طيبة هلأ أنا هون بدي أخد هاي الكيكة لمدرست بناتي فبدي حطها بهاي العلبية أخدت إياسها وبدي أطعها حالحسب إياس العلبية اللي بدي حط فيها الكيكة وانتو طبعا في كون تعملوها زي بتكون إياها مدورة بتحطوها بقالب مدور هلأ هون قطعت على نصين وبعدين أخدت الأطراف في خليتها كلها تكون متساوية وبعدين رجعت أسمتها لقسمين يعني صار عندي أربع أطاع من الكيك هلأ القالب أنا هون حطيت أول طبقة ورقة الزبدة هاي اللي بدي إياها ما بدي شيلها وبعدين حطيت أطعتين من ورقة الزبدة على الأطراف لحتى سحبهم بالأخير وما تتوسخ عندي علبة الكيك وباعتبار كيكتي اقتصادية فأنا رح أحشيها بس بالكريمة هلأ أنا هون حطيت كريمة السائلة انتو بتقدروا تستخدموا الكريمة لشانتي البودرة أو بتستخدموا الكريمة السائلة هون حطيت 500 ملي من الكريمة السائلة وضفت عليه هون ظرفين بالمثبت الكيك وربع كوب من سكر البودرة هون نقطع عندي الفيديو أنا عم صور فحطيت لأن هاي الكريمة بتجي من دون سكر وبخفؤون كتير منيح لحتى وصل للقوام المطلوب ومتل ما قلت لكم وبتقدروا تحطوا أي نوع كريمة أو أي شي انتو بتحبوه فيكن تحشوها بالشغلات اللي انتو بتحبوها كمان بقلب الكيكة شوفوا القوام كيف وصلت عليه سبب ممثبت الكريمة وانتبهوا كمان لا تخفؤوا زيادة لأنه اذا بتخفؤوا كان أكتر من هيك الكريمة رح تقلب معكم وتصير زبدة يعني فلازم تنتبهوا لوقت الخفئ الكريمة ما تخفؤوا كتير هلأ الطريقة كتير كتير سهلة بعد ما قطعت الكيكة عندي وصلت الكريمة الجاهدة حطيت الكريمة بكيس الحلواني مشان يسهل علي التشكيش شوفوا قديش سهل حطيت أول طبقة الكيك وحطيت عليها طبقة الكريمة ورجعت حطيت طبقة تانية من الكيك وبرجع بكمل كل الطبقات بهذه الطريقة فيكن تسقوا الكيكة بالحليب أو بالكاكاو يعني أي سائل بتحبه أنا لأنه استخدمت الكريمة السائلة والكريمة السائلة أنا رح أتركها لبكرة والكريمة السائلة اللي تاني يوم بتصير بتفرض شوي من السوائل يلي بقلبها فهي لحالة رح تاخد من السوائل يلي بالكريمة مشان هيك ما حطيت أي سوائل والكريمة الكيكة كمان كتير عندي إياها طرية رطبة يعني بتقدروا بتستغنوا عن يعني التسقى يعرفوا هلا هيك صارت الطبقة الأخيرة عندي ومتل ما كم لاحظين يعني ما في داعي لا حطوا بقالب ولا بأي شي أنا مجرد هيك بالنظر عم طبقهم شوفوا كيف طروا كلهم متساويين شايفين القطع كلها تطلعت مثل بعضها هلا أنا هون بدي أعمل الكريمة الشانتير لحتى أغطي وش الكيكة رح أستخدم كريمة الكاكاو طبعا هي كانت بناء على رغبة بناتي حبوا أنه تكون تغطاية بالكريمة الشوكولات وأنا حبيت حط من جوا طبقات البيضة حتى هيك الألوان تجرح بعضها هلا هون مثل ما كم لاحظين حطيت صرف من الكريمة الشانتير مكتوب على العلبة إنه لازم استخدم كاسة عيار 200 ملي من المي الباردة أو من الحليب أنا استخدمت كاسة من الحليب هاي الكمية بتكفيكن لتغطية الكيكة بالكامل وكمان شوية زينة للوش ومتل ما قلت لكم إذا بيكون ضعفوا كمية الكيك فرح ضعفوا كمية الكيك مع كمية الكريمة كل شي لازم تضعفوا هلا هون بعد ما وصلت لهذا القوام شوفوا القوام اللي وصلت له أنا كتير كتير بحب إنه يستخدم الكريمة الشانتير بتزيين الكيك سواء كان من جوا أو من برة لأنه قوامه بيظل سابت وطريقة ستحضيره كتير سهلة وفيكن تحطوا أي منكيهات مع الكريمة أو بقلب طبقات الكيك هذا الشي كمان اختيار شوفوا القوام اللي حصلت عليه يعني كتير سابت وبيخليكن ترتاحوا بالشغل هلا أول شي رح أغطي الكيكة بالكامل متل ما كم لحظين بهي الطريقة الأطراف ومن فوق ومن تحت وكل شي يعني ومتل ما قلت لكم أنا حطيت للأطراف ورقة زبدة لحتى قد ما وسقت العلبة من برة أو صينية التقديم أو صينية أو صحن عفوان الكيك فأنا احنا هون منقدر نسحب ورقة زبدة وما كانوا سوينا شي هلا متل ما كم لحظين عم وزع الأطراف بطريقة يعني هيك متساوية وشي الشغلة شوية هيك اختيارية نتبهوا كتير منيح بعدين بالأخير أنا كتير هيك ما بحب أن يزبط الكيكة ساوية فحبيتك عملها متل ما كم لحظين بهذا الشكل هيك شكل يحزوز أو خطوط سويت الكيكة من الأطراف ومن فوق وكلها هاتها بنفس الطريقة طبعا أنا هون مسمكة طبقة الكريمة مع لك يعني كتير خفيفة وهلا بعد ما خلصت من الكريمة رح شير الأطراف ورق الزبدة يلي حطيتها شايفين بكل سهولة وعندي بيضل الآلب كتير نظيف وهلا هيك زي انت بالأطراف بالشوكولات حطيت 100 جرام من الشوكولات وملعقتين من زيت النباتي دوبتهم بالمكرويف وهلا هيك بدي زيين الكيكة بهذا الشكل متابعيني حاب بنوهكم على شغلة كتير مهمة هلا أنا هون استخدمت الشوكولات البني وحطيت معها الزيت وشوفوه عم تجمد معي الشوكولات انتو زا كنتو حابين تستخدموا الشوكولات البيضة وتحطوا معها ملون يعني حابين تحصل على لون موف أو زهري أو لون أزرق فانتبهوا لا تستخدموا ملون طعام البودرة لأنه الملون طعام البودرة بيخلي الشوكولات تسيح وما تتماسك مع بعضها استخدموا بدلة الملون السعيلي شايفين الكريمة اللي زادت عندي زيينت فيها الوش كمان وحطيت كمان عندي شوي من الشوكولات هيك زيينت فيها بهي الطريقة شايفين طريقة دائشها سهلة فيكن تتركوا من فوق السادة متل ما هي وفيكن تزينوها بالطريقة اللي بتعجبكن شايفين طريقتها كتير سهله وحطيت شوي شوكولات على الوش بالأخير هيك عطيتها منظر حلو وفيكن ترشع وشة شوي من البندوق او متل ما انتو بتحبوا يعني حسب ما تحبوا انتو اكيد الاطفال ما بيحبوا المكسرات كتير حطيت الآلب بالبراد لتاني يوم تاني يوم الصبح حطيتها بالعلبة هون شوي التصوير عندي طلع بسبب الاضاءة شوي معتم حطيت الغطاء العلبة شوفوا بهي الطريقة وهيك صارت كيكتي جاهزة وفاقوا بعناتي الصبح وشافوها للكيكة وكتير عجبتون وفرحوا فيها كتير وانتو كمان فيكن تعملوها بكل سهولة ان شاء الله تكون عجبتكن هالكيكة اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات اذا عجبتكن شكرا كتير للكم ولمتابعتكن ولمدعمكن وإلى اللقاء موصفات جديدة من مطبخ منال خالد بإذن الله